بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين في مثل هذا اليوم من سنة تسعمائة وسبعة ميلادية تنيح الأب القديس البابا خائيل الثالث البطرياركو السادس والخمسون من بطاركة الكرازة المرقوسية ترهب هذا القديس بدير القديس مكريوس ببرية شيهيت وسار سيرة فاضلة وبعدما تنيح البابا شنودا الأول اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطرياركا فرسموه في اليوم الثلاثين من برامودة سنة ثمانمائة وثمانين ميلادية وقد نالت هذا الأب شدائد كثيرة من الحكام كما حدثت وشاية ضده عند أحمد بن طولون فسجنه سنة كاملة بحجة أن لديه أموال كثيرة ولم يطلق سراحة إلا بعد أن تعهد بدفع عشرين ألف دينار فخرج من السجن ولما لم يكن لديه قيمة الغرامة دفع له الأساقفة والشعب نصفها ثم مات أحمد وتملك بعده ابنه خمارويه فاستدعى الباب البطريارك وطيب خاطرة ومزق سك الغرامة ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم رقد في الرب بعد أن قضى على الكرسي المرقوسي سبعا وعشرين سنة وشهرا واحدا وتسعة أيام بركة صلواته فلتكم معنا آمين وفيه أيضا أقام الرب يسوع المسيح لعازر حبيبه من بين الأموات بعد موته بأربعة أيام ولعظم معجزة آمنا به كثيرون نسأل إلهنا الصالح أن يقيمنا معه من موت الخطية ولربنا المجد دائما أبدية آمين دفنار اليوم العشرين من شهر برمهات المبارك نياحة الأنبى خائيل بطريارك الإسكندرية قد أضاء علينا تذكارك يا أنبى خائيل البطريارك يا من جمع الله فيه فضائل عظيمة مقدسة مختارة وأن الشيطان حسد هذا البار وأثار عليه ذيقات شتى لكن المسيح إلى هنا بالحقيقة سحق رؤوسه تحت قدميه قد كمل عليك يا أبان القديس قول داود في المزمور قال كثيرة هي ضيقات القديسين ومن جميعها ينجيهم الله الله الآب يحفظ عظامهم وواحدة منها لا تتلف بالحقيقة أن المسيح حرس أبوتك من كل أفعال المجرب وسحق كل فخاخه المنصوبة التي أشاعها ذلك الأسقف الرديء وقد صرت حقا بعظم صبرك مثل حجر المغناطيس المختار وسمعت الصوت القائل حسنا أتيت أيها العبد المؤتمن المؤمن كما صرت أمينا في القليل ادخل إلى فرحي سيدك بصلوات هذا الأب البطريارك يا رب أنعم لنا بغفران خطايان وفيه أقام الرب لعازر الصديق من القبر نسجد للآب الصالح وابنه يسوع المسيح والروح المعزي الثالوث القدوس المساوي الذي أرسل كلمته الذي من جوهره وأخذ جسدا من العذراء حتى خلصنا من خطايان وولد على الأرض إلها متأنس لم يفارق اللهوت الناسوت لحظة ولا طرفة عين وبصلاحه ورحمته ذات الغنى جذب إلى معرفته كل البشرية بالآيات والعجائب يوحن الإنجيلي البتول في التلاميذ كرز ببوق الإنجيل قال إن الرب يسوع جاء إلى بيت عنيا قرية مرثى ومريم أختها وكان لهؤلاء أخ حي يسمى لعازر قد مات ودفن وكان ذلك اليوم اليوم الرابع منذ مات ويسوع المسيح كان يحبهم من أجل أعمالهم الصالحة فقال لتلاميذه انضوا بنا لأن لعازر مات وكان جمع من اليهود هناك أقبلوا لكي يعز مريم ومرثى في أخيهما وأن رب يسوع جاء إلى القبر وتبعه تلاميذه وصرخ قائلا لعازر هلم خارجه فخرج الميت أمام كل أحد مربوط يديه ورجليه ووجهه ملفوف بعمامة وأن الجموع آمنوا بالمسيح وأيضا التلاميذ أنه ابن الله الحي المحي للأموات اطلب من الرب عنه أيها الراعي المؤتمن لعازر حبيب الرب ليغفر لنا خطار